إذن بشأن الهجمات الإيرانية على أربيل وتداعياته ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور أستاذ كاظم حياكم الله بداية يعني دعنا ندخل في تفاصيل هذا الموضوع يعني كيف تفسر هذه الاستهانة الإيرانية عبر القصف المتكرر لشمال العراق سواء كان هذا القصف بصواريخ الميليشيات أو الحرس الثوري الإيراني نعم شكرا جزيلا على الاستضافة وحييكم وحيي سادة وشاهديكم الكرام طبعا بالنسبة للمصطلحات الاستهانة والاستنكار إلى آخر من هذه الأمور أصبح المواطن العراقي سواء كان في أربيل أو في بصرة أو في مناطق أخرى من العراق يعني لا يهمه هذه الأمور بيانات واستنكارات وإلى آخره يريد أفعالا يريد سياسات يريد إجراءات ما يحفظ بها السيادة الوطنية التي اخترقت ربما عشرات المرات خاصة بالصواريخ لا تخفى ولا عن المشهد والفاعل هو بنفسه يعني يلقي ببيانات أنها قام بهذا الفعل الحرس الثوري الإيراني حتى نوعية الصواريخ حتى أماكن الاستهداف ويأتي بذرائع وبأمور يصفتها في بياناته كيفما أراد وكيفما شاء إذن كل هذه الأمور ليست بحاجة أن تقوم الحكومة العراقية بتشكيل لجان التحقيقية وإطلاع رأي العام بعد فترة من الزمان أن هذه النتيجة كانت لجهة فلانية ورأينا البيانات والاعترافات وإقرارات من جانب الإيراني قد تم بمئة بالمئة ولكن أستاذ كاظم دعنا نكون منصفين أكثر يعني مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي كذب الرواية الإيرانية بأن الصواريخ استهدفت مقرا للموساد في أربيل وقال بأن هذه الرواية وهذه يعني لا أساس له من الصحة هذا الشيء جيد ولكن هل أتى بجديد نحن نريد الشعب العراقي يريد حماية سيادته الوطنية بشكل الكامل عن طريق الإجراءات الإجراءات كيف يكون يكون عن طريق الفرلمان العراقي يبدأ الفرلمان العراقي بما أنه هجمات تتكرر بين فترة وأخرى وفي السابق أصبح هناك زيارات إلى إيران على مستويات يعني العليا الرئيس الوزراء زار إيران وتفاهم مع جانب الإيراني السيد قاسم الأعرجي مرارا يزور إيران ويتفاهم مع جانب الإيراني إذن كل هذه التفاهمات أدى إلى نتائج ما رأيناه اليوم قصف صواريخ وإلى آخره وهناك شهداء وحتى أطفال يعني من بين الشهداء إذن الإجراءات تبدأ من الفرلمان العراقي أن تقوم اللجان المعنية لجنة الأمن ودفاع خاصة باستجواب الوزراء الأمنيين قد يكون حتى يعني قائد العام لقوات المسلحة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وأركان الجيش لماذا تتكرر هذه الأمور ولا توجد هناك رادع ولا توجد هناك وسائل وأساليب لحماية المشآت العراقية والشعب العراقي من هذه الهجمات ثم يأتي الدور إلى جانب الوزارة الخارجية وزارة الخارجية إجراءاتها لا تتوقف أو لا تكمن في استدعاء قائم بأعمال الخارجية الإيرانية في بغداد وتقديم مذكرة احتجاج سبق وأن تم استدعاءه سبق وتم هذه الأمور بل لابد أن تكون هناك يعني مستوى آخر كذهاب إلى قطع تقليل من التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وكذلك قطع العلاقات الاقتصادية أو تخفيضها إلى مستويات دنيا كي تشعر الجانب الإيراني أنها فعلا قامت بانتهاء السيادة العراقية ثم نأتي إلى أدوار أخرى منها الذهاب إلى أمم المتحدة ورفع دعاوة الدولية بهذا الاتجاه سواء كانت في استحقاق أو مطالبة بحقوق الدولة العراقية أو باستحقاق مطالبة بدم أبرياء الذين سقطوا في هذه الاستهدافات فجريمة شاخصة وأدلة شاخصة واعترافات من الحكومة العراقية أن هذه الأماكن لم تكن لحسب ادعاءات إيرانية أنها كانت لمقر موسات ثم العجيب والغريب في هذا الأمر من يحدد هذا المشأة معينة أو هذه البناية أو مقر هل يعني جهات إيرانية هي من تحدد أن هذا المقر تعود إلى موسات أم هناك حكومة عراقية حكومة إقليم كودسان العراق هم من لابد أن يتعاملوا على أرض الواقع بمؤسسات العراقية لتحديد هكذا أمور إذا أتت عن طريق مؤسسات المعنية الخارجية العراقية مع خارجية إيرانية أو مخابرات العراقية بالتعاون مع مخابرات الإيرانية كل هذا الأمور الطرق الدبلوماسية العالمية لم يحدد ما بين العراق وإيران إذا كيف يعني هل نحن نصدق وحتى وإن كان هذه المنشآت ليست مدنية بل عسكرية كذلك لا يجوز استهدافها من قبل إيران أو دولة أخرى أستاذ كاظم يعني رئيس حكومة إقليم كودسان العراق السيد مسرور البرزاني دع المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع وصد يعني هذه الهجمات الصاروخية الإيرانية على مدينة أربيل ولكن لماذا لا تذهب أربيل بالتنسيق مع حكومة بغداد إلى مجلس الأمن الدولي ما الذي يعيق ذلك في صريح العبارة الذهاب إلى مجلس الأمن شيء يعني جيد مفيد ولكن الكل يعلم الإجراءات التقاضي أو إجراءات التحاكم إلى مجتمع الدولي خاصة أمم المتحدة يطول بك الزمان ويطول بك يعني صرف أموال طائلة وإلى آخر ربما لا تصل إلى نتيجة معينة وأنت يعني سيادة البلد منتهت ومصالح الشعب العراقي معرض إلى يعني إلى مخاطر كبيرة آنية ضرفية فإذا أن نعمل بالممكنات أفضل من الذهاب إلى أمور ربما هي فرضيات أو هي غير ممكنة ولكن على الأقل أستاذ كاظم على الأقل تدويل قضية القصف المتكرر على أربيل هذا يخدم الأقليم أستاذ كاظم نعم يخدم ولكن إمكانيات من أين تأتي عن طريق الحكومة العراقية هي صاحبة الاختصاص في هذا المجال وأنا برأيي شخصي حكومة أقليم كودستان العراق لديها ممثلين في فرلمان العراقي أكثر من ستين نائب فرلماني من محافظات الثلاثة وحتى جزء من موصل وجزء من كاركوك بعض الممثلين يعودون إلى أحزاب السياسية الكردستانية متمثلة في فرلمان العراقي لا بد أن يقوموا بحماية وحفاظ على مكتسباتهم الوطنية في داخل الفرلمان العراقي هم من يبادروا باستجواب الوزراء هم من يعيدوا ملفات بالذهاب إلى مجتمع الدولي باسم العراق فلتكون باسم العراق هم كذلك لديهم أهده ممثلين عملهم لا بد أن ينصرف إلى حفاظ على العراق أولا ثم على المكتسبات الوطنية لحكومة أقليم كودستان العراق ضمن العراق الاتحادي عن طريق الفرلمان العراقي وهناك وزراء كذلك يعني متمثلة بحكومة أقليم كودستان العراق لدينا خارجية وكذلك وزارة إعمار وإسكان وإلى آخر يمكن يعني صنع هكذا لوبي ضغط على الحكومة العراقية من داخل الحكومة العراقية من داخل الفرلمان العراقي ليست يعني الأمور إذا لم تتحرك أو لم تستطع حكومة إقليم كودستان العراق لكونها دستوريا ولكن استاذ قاضم يعني فؤاد حسين وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء هو من إقليم كودستان فالأولى به أن يتحرك هو نعم نعم صحيح هذا هو كلام صحيح لابد أن يتحرك ضمن الحكومة العراقية الاتحادية وبالتنسيق مع لجنة الأمل ودفاع في فرلمان العراقي كما ذكرت هناك أكثر من ستين نائب ممكن أن يلعبوا دورا مهما في هذا الاتجاه وإن كان النتائج ربما يعني ضغط سياسي في بغداد أو ضغط عليهم بتخلي عن مناصب وزارة إلى آخره ولكن حتى وإن تخلوا عن الوزارات مقابل حماية مكتسبات الوطنية لإقليم كودستان العراق وحماية يعني دماء أبرياء شعب في هذا الاتجاه سوف يكون لصالحهم ويكتب لهم يعني تاريخ يكتب لهم هذه المواقف أما إذا بقينا كما جرت في السابق يعني مجرد استنكارات وبيانات ويعني إلقاء الكرة إلى ملعب الحكومة الاتحادية وحكومة الاتحادية لربما أكيد لديها علاقات واسعة مع جانب الإيراني ثم يعني تضيع هذه القضية مرة أخرى وتنتهي مثلما انتهت القضايا يعني أو الاتحادات السابقة إذا كررت إيران أو الميليشيات إذا كررت القصف على مدينة أربيل ما هو موقف الإقليم في هذا الجانب؟ لابد من خطوة للأمام وليس الهروب إلى الأمام أستاذ كاظم يعني موقف الإقليم صراحة يعني ليست لديها صلاحيات دستورية بالقيام مثلا حماية السيادة العراقية بدون التفاهم بدون تنسيق مع حكومة الاتحادية هذا شيء وأمر واقع مفروض يعني موجود في الدستور العراقي هذه من حيث الدستور وإمكانيات القانونية يعني معمول بها ومن حيث القوة العسكرية على أرض الواقع كذلك إقليم لا تملك مثلا منظومة يعني الدفاع الجوي لا تملك يعني أسلحة ثقيلة ممكن اعتماد عليها في هذا الجانب يعني الموجود هو صح جانب الأمريكي متواجد في هذه المنطقة ولكن يعني دور الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات الإقليمية خاصة ما يتعلق بجانب الإيراني صراحة ليست بمستوى جيد بمستوى فعال بمستوى قادر على حماية أمن هذه المنطقة هم متواجدون فيها بحاجة إلى مزيد من الضغط لربما الإقليم بحاجة إلى أن يكون لديها لربما علاقات مع الدول الإقليمية مجاورة للعراق لخلق توازن إقليمي في هذه المنطقة للحفاظ على مصالح الآخرين وليس اعتماد فقط على جانب الأمريكي الاعتماد على جانب الأمريكي تخضع إلى مصالح أخرى أمريكية لربما موجودة في سوريا أو موجودة في غزة أو موجودة في اليمن وإلى آخر كل هذه التفاصيل لربما يهم الأمريكان ولا تهم الحكومة إقليم كندستان في هذه المنطقة عبر اسكاب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور شكرا جزيلا لكم